بعدما دخلت العلاقة بين أربيل وبغداد مرحلة مهمة من العمل المشترك وحل لبعض القضايا العالقة والتي كانت من أبرز مطالب واشنطن التي تستقبل رئيس وزراء الحكومة الاتحادية محمد الشياع السوداني حيث توجه على رأس وفد حكومي ونيابي وممثلين عن القطاع الخاص لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية شهدنا جميعا بأن الخارجية الأمريكية وأصحاب القرار في الإدارة الأمريكية شددوا وأكدوا بأن لن يدعس سيد السوداني أراضي واشنطن إلا بعد الموافقة أو الاتفاق على الملفات العالقة المهمة مع إقليم كردستان وهذا ثمرة لزيارة الناجحة التي قام بها سيد رئيس مجلس الوزراء سيد مسئول برزاني إلى أمريكا مراقبون يؤكدون أن زيارة السوداني لواشنطن جاءت في أوقات عاصيبة وذلك على خلفية الصراع والتهديدات التي تعيشها المنطقة ولربما تنعكس بصورة سلبية على تلك الزيارة التي من مصلحة العراق أن تكون زيارة ناجحة أنا أتصور أن سيد السوداني في زيارتي الحالة لواشنطن سيؤكد للجانب الأمريكي سياسة تدنئي بالنفس للعراق عن المشاكل التي تدور في المنطقة لا سيما المشاكل الآن أو التهديدات المتبادلة بين إيران وإسرائيل أنا أتصور أن للعراق أكيد وجود في هذه التهديدات في خارطة التهديدات الموجودة لا سيم أن العراق فيها فصائل مولية إيران وسبقوا أن هاجمت أهداف أمريكية ومواقع إسرائيلية من داخل العراق لذا تصور أن التحديد سيكون كبيرا للسيد السوداني هذا وقد سبقت زيارة السوداني لأمريكا زيارة لرئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في شباط فبراير الماضي وذلك تلبية لدعوة رسمية من واشنطن والتي أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية والكونجرس الأمريكي من أربيل زينب علي قناة زاكروس